موسيقى لدى توديعه الببعوث السويدي لليمن رئيس مجلس القيادة يؤكد التزام المجلس والحكومة بمرجعيات الحل الشامل موسيقى تشجيعاً لحركة التجارة في موانئ المحافظات المحررة بحث اتفاقية خفض كلفة تأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية بين بلادنا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية موسيقى في اجتماعاً لقطاع الموارد البشرية والمالية وزير الداخلية يطلع على الأضرار التي لحقت في مبنى الوزارة جراء العاصفة التي ضربت عدن نهاية يوليو الفائد موسيقى وتتابعنا في هذه النشرة أيضاً على خلفية شائعات صرف مساحات من المصلحة العامة محافظ حضر موت لن نفرط في شبر واحد من أراضي الدولة ومصالحها العامة موسيقى من مبنى تلفزيون حضر موت الحكومي بمدينة المكلة نقدم لكم نشرة إخبارية مفصلة أهلاً بكم أهلاً على أهلاً بكم ونبدأ مشاهدين الكرام نشرتنا مع خبر فخامة الرئيس دكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الذي استقبل اليوم الأحد المبعوث السويدي لبلادنا بيتر سينبي وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى اليمن رئيس مجلس القيادة الرئاسية استمع من المبعوث السويدي إلى إحاطة حول نتائج اتصالته مع الأطراف المحلية والإقليمية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وإحياء العملية السياسية في ظل تعانط الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وفي اللقاء شاد فخامة الرئيس بدور المبعوث السويدي خلال فترة عمله راجياً له كل توفيق في مهامه القادمة كما أشاد بموقف مملكة السويد إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل وشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وأقليمياً ودولياً داعياً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الميليشيات الحوثية ومساومتها بمصالح الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية بحث رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد المالك مع الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائية عبدالله الدردري أهمية إنجاز اتفاقية خفض كلفة تأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية والدورة المعول عليها في خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة الدكتور معين عبد المالك خلال لقائه وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوضح أن التعابل مع الأزمة الاقتصادية بكفاءة هو المدخل للتعامل مع الأزمة الإنسانية في البلاد مشددا على العمل من أجل استعادة أولوية ملف اليمن وحشد الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية وأكدوا حرصه على الشراكة مع الحكومة اليمنية بدعم التنمية والاقتصاد وإشراك مؤسسات دولية تمويلية لتوفير ضمانات وتمويلات للمشاريع الحيوية ترأس وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان اجتماعا لقطاع الموارد البشرية والمالية بحضور وكيل الوزارة لواء الركن عبدالله جابر ومديري العموم للقطاع الوزير أكد الارتقاء بمستوى العمل بالوزارة وتدلل الصعوبات التي تواجه سير العمل وتخفيف أي معاناة يواجهها منتسب الوزارة مشيدا بمستوى الانضباط الوظيفي والجهود المبذولة من منتسبية الوزارة كافة في أداء عملهم على أكمل وجه كما استمع وزير الداخلية من وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية إلى الأضرار التي لحقت ببعض مكاتب الوزارة بالديوان العام الوزارة بمعسكر النصر بمديرية خور مكسر جراء العاصفة والرياح القوية التي ضربت عدن نهاية يوليو الفائت موجها بإعادة ترميمها قدم محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت بن ماضي واجب العزاء لمدير إدارة المراسيم بديوان المحافظة فائز ضيف بغطيان في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه إبراهيم الذي وفته المنية اليوم إثراء مرض عضال وقام المحافظ بزيارة لمنزل البغطيان بمنطقة بويش بالمكلة قدم خلالها التعازي لوالد الفقيد ودويه وعبرهم لأفراد أسرته كافة مبتهلا إلى المولى تعالى بأن يشمله بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة دار القرار ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه رجعون وفي طار حرس السلطة المحلية على الحفاظ على أراضي الدولة قال محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت بن ماضي لن نفرط في شبر واحد من أراضي الدولة وسنسعى لإقامة مشاريع خدمية حيوية تلامس احتياجات المواطنين المحافظ بن ماضي أوضح لذا لقائه رؤساء الأحياء وبعض ممثلي اللجان المجتمعية بديس المكلة ومنطقة بديري بحضور المدير العام لمديرية مدينة المكلة العميد عبدالله بيعشوت أن السلطة المحلية بدأت بالشروع في تسوير مساحة معسكر الثورة السابق بحي أكتوبر بديس المكلة المجاور لإدارة الجوازات تمهيدا لإنشاء مستشفى عام متكامل مع مراكز تخصصية تابعة له وسيتضمن المشروع الذي سيقام على مساحة 94 ألف متر مربع سيتضمن توسعة للشوارع في مداخله ومخارجه وأكد محافظ حضر موض ضرورة إنشاء مشروع خدمي في مساحة الحامية ولا صحة لما يتردد عن صرف أي مساحة من المصلحة العامة رؤساء الأحياء بديس المكلة أكدوا من جانبهم مساندتهم في منع أي سطو على المواقع العامة مشاهدين بخطوة إنشاء مستشفى عام بموقع معسكر الثورة السابق لخدمة المواطنين ووقف العبث في السطو على أجزاء من أرض المعسكر نبقى في حضر موت مشاهدين الكرام انطلاقا من اهتمام السلطة المحلية بالكفاءات الإبداعية الشبابية في مختلف المجالات وتأكيدا أن الفن رسالة لها أثر عميق على النفس ومغزى في الحياة اطلع المحافظ مبخوط بن ماضي من المؤلف الموسيقي الحضرمي المهندس محمد القحوم على التحضيرات النهائية لإقامة حفلة موسيقية يمنية في العاصمة الفرنسية باريس في الثاني من أكتوبر القادم وسيقدم في حفل نغم يمني في باريس التي سيحتضنها مسرح مغادورة شهيرة عشر مقطوعات موسيقية واركسترالية مستوحى من ألوان تراثية يمنية وعربية وناقش محافظ حضرموت مع القحوم فكرة إقامة مهرجان فني في حضرموت يعكس إرثها الفني والثقافي ويبرز تاريخها الحضاري والإنساني وأشاد المؤلف الموسيقي محمد القحوم باهتماما محافظ بالقطاع الثقافي والفني ورعايته بمهرجان البلد السياحي مشيرا إلى نجاح المهرجان الذي مثل تظاهرة سياحية وفنية التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهم بغضاوي جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين فرع التريم للإطلاع على أنشطة الجمعية وقال الوكيل بغضاوي خلال لقائه المدير أو مدير الفرع عبدالله باصبيح وأعضاء الهيئة الإدارية أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت توليدوا الاحتياجات الخاصة اهتماما من خلال تنمية مهاراتهم وتحسين قدراتهم بحثت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن اليوم في اجتماعها الشهري الصعوبات التي تواجه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والجهود التي تبدلها المؤسسة وتقرير عن نتائج العام الدراسي الماضي والاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد الاجتماع استعرض فيه المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت عمر الجفري تقريرا عن نشاطات المؤسسة وأعمالها وصعوبات التي تواجه سير عملها وخطط المؤسسة في المجالات كافة وقدم نائب المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت علوي الحامد شرحا عن نشاطات مكتب الوزارة والجهود المبذولة لتعزيز البيئة التعليمية بالمدرية الساحلية وأبرز الصعوبات التي تواجه القطاع التربوي بساحل حضرموت في شؤون الجيش والأمن عقد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الرقم طيار فائز التميمي صباح اليوم اجتماع للقيادات العسكرية والأمنية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بحضور المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي اللواء التميمي تطرق لعدد من القضايا الأمنية الهادفة إلى تعزيز مستوى الأمن واليقضى الأمنية شددا على أهمية الضبط والربط العسكري في أذاء المهام الموكلة وضرورة فعالية الأمنة والإخلاص في العمل يؤكد العالم اليوم أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في صناعة التنمية ومحاربة البطالة وزيادة القدرات الاقتصادية للبلد وهو ما ترجمته كلية المجتمع بمحافظة شبوة في حفل تخريج طلبتها من أربعة تخصصات علمية ومهنية للعام الجامعي عشرين اثنين وعشرين عشرين ثلاثة وعشرين وفي الحفل هنأ وكيل محافظة شبوة المساعد فهد التوصلي الخارجين فيما أعرب نائب وعميد الكلية لشؤون الطلاب دكتور علي راجح عن اعتزازه بتخرج الدفعة الثالية من الكلية وتحديدا في هذه التخصصات العلمية والبهنية الملبية لاحتياجات المحافظة وسوق العمل فيها ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء لدى توديعه المبعوث السويدي لليمن رئيس مجلس القيادة يؤكد التزام المجلس والحكومة بمرجعيات الحل الشامل تشجيعا لحركة التجارة في موانئ المحافظات المحررة بحث اتفاقية خفض كلفة تأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية بين بلادنا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية في اجتماع لقطاع الموارد البشرية والمالية وزير الداخلية يطلع على الأضرار التي لحقت بأمن الوزارة جراء العاصفة التي ضربت عدن نهاية يوليو الفائد على خلفية شائعات صرف مساحات من المصلحة العامة محافظ حضر موت لن نفرط في شبر واحد من أراضي الدولة ومصالحها العامة ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضر موت شكراً لكم مشاهدين الكرام وتقبلوا تحياتنا وتحيات مترجمة لغة الإشارة هاني بن بطان في أمان الله في أمان الله اشتركوا في القناة